بيبدأ فيلمنا بالقاتل فيزيوني مع دكتورة جينات بتقول إنها قدرت تعادل الفيروسات وتخليها تعالج البشر بدل ما تضرهم وده هيساعد البشر في القضاء على أمراض كتيرة جدا أهمهم الكانسر وبعد الثلاث سنين بنشوف مدينة نيويورك وهي مهجورة ومحدش عايش فيها وساعتها بتزعر عربية فيها دكتور كان بيشتغل في الجيش اسمه الدكتور روبرت وبيكون معاه الكلب بتاعه وبيتحركوا في المدينة لوحدهم ولما بينزل من العربية عشان يصطاد بيبص في ساعته وبيتفاجئ إن وقت الغروب قرب فبيضطر يركب العربية ويرجع للبيت بسرعة هو والكلب بتاعه وأول ما الشمس بتغرب بيقفل كل شبابيك البيت بأبواب حديد وبيدخل يستخبف البانيو وماسك السلاح بتاعه وبيبدأ يسمع أصوات مخيفة في الشارع فبينام روبرت وبيحلم باللي حصل من ثلاث سنين واللي هو في يوم كان رايح ياخد مراته وبنته عشان يخليهم يسافروا المكان آمن بعيد عن مدينة نيويورك لأن المدينة معرضة للخطر بسبب إن فيه فيروس مميت انتشر في العالم كله اسمه فيروس الزومبي والسبب في انتشار الفيروس دوت هو تجارب تعديل الفيروسات اللي كانت بتعملها الدكتورة اللي شفناها في أول الفيلم وأسنان ما كان روبرت السايق العربية بيقول لمراته إنه ممكن يعمل نتيجة عكس الفيروس دوت وينقذ البشرية لكنه محتاج وقت طويل عشان يعمل أبحاث ويعمل المصل المضاد وفجأة بيلاقي زومبي بيهجي مع العربية بتاعته وبيسحى روبرت من نوم قبل ما نعرف باقي الحكاية وبعدها بينزل المختبر بتاعه لف القبو وبيحاول يكتشف علاج لفيروس الزومبي وبيكون عامل تجارب كتيرة جدا على الفيران وكل فار عامله مصل بتركيبة معينة على أمل إنه يكتشف المصل اللي هيعالج فيروس الزومبي ولكن للأسف كل التجارب بتفشل وبيلاقي إن الفيران كلها عدوانية مع دفار واحد بس بيلاحظ كده إنه هادي فبيستنتج إنه ممكن يكون المصل اللي حقاً به الفار هو دوت علاج فيروس الزومبي وساعتها بيكرر إنه يجرب المصل دوت على زومبي عشان يعرف إذا كان نجح فعلاً في صناعة العلاج ولا لأ وبعد شوية بيخرج روبرت من البيت وبيروح يدور على أكل في البيوت المهجورة ولما بيخلص بيروح للمينة وبيبعت رسالة في اللاسلكي عشان لو فيه بشر لسه عايش يعرف مكانه وبيقول في الرسالة إنه كل يوم بيجي المينة الصبح وبعدها بيروح هو والكلب عشان يسطاد غزالة وفجأة بيجري الكلب بتعور الغزالة وبيدخل في بيت ضلمة فبيترعب روبرت وبيجري وراه عشان يلحقوا بسرعة لإن الزومبي بيكونوا مستخبيين في البيوت الضلمة لإن الشمس نقطت ضعفهم ومش بيعرفوا يخرجوا للشارع غير بالليل وأسناء ما كان بيدور على الكلب بتاعه بينور الكشاف بتاع السلاح وبيلاقي قدامه مجموعة زومبي نايمين فبيتحرك ببضء عشان ما يلفتش انتباههم لحد ما يبيد عنهم وبيلاقي إن الكلب بتاعه مستخبي تحت مكتب كأنه خايف من حاجة وفجأة بيلاقي زومبي واقف وراه وبيهجم عليه فبيضربوا روبرت بالنار وبياخد الكلب بتاعه وبيطلع يجري بسرعة فبينوت من الشباك عشان يطلع في الشمس ويحمي نفسه منهم وبيكون فيه زومبي ماسك فيه لكنه بيموت بمجرد ما بيتعرض للشمس وبعد تفكير بيكرر روبرت إنه يعمل فخر الزومبي عشان ياخد واحد منهم ويعمل عليه تجربة المصل اللي بيشفي من الفيروس وبالفعل بيقدر يمسك واحد منهم وبيتفاجئ إن فيه زومبي بيصرخ وعاوز ينقذ اللي وقع في الفخ فبيتأثر روبرت وبيطار إنه ياخد الزومبي للمختبر بتاعه ولما بيعمل عليه فحوصات بيكتشف إنها بنت عندها 18 سنة وبيكتشف إن الزومبي اللي كان بيسرخ دوت يبقى بوها فبيحقينها بالمصل بتاعه لكنه للأسف بيفشل في إنه يشفيها فبيسجل نتائج التجربة وبيقول إن بقاله أكتر من سنتين بيحاول يكتشف علاج الفيروس الزومبي ولكن للأسف كل محاولاته بقت بالفشل بس المرادة بالتحديد اكتشف حاجة غريبة جدا إن الزومبي عندهم مشاعر وبيحسوا ببعض وده معناه إن عقلهم لسه موجود وفيه أمل يلاقي علاج ليهم وبعد ما بيخلص بينام وبيحلم باللي حصل من 3 سنين لما أخب مراته وبنته على المينة عشان يوديهم لمكان آمن بعيد عن الزومبي وساعتها بيركب طيارة وبيوعدهم إنه يجي لهم قريب بعد ما يخلص شغله وتاني يوم بيصحى روبرت وبيتحرك بالعربية بتاعته في المدينة وفجأة بيلاقي تمثال موجود برا المحل اللي دايما بياخد منه الكتب فبيستغرب جدا إزاي تمثال ده خرج برا المحل وبيبدأ يقرب ناحيته بس فجأة بيدوس على فخ زي اللي كان عامله للبنت الزومبي وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي نفسه متعلق من رجليه والشمس قرابت تغرب فبيطلع السكينة وبيحاول يقطع بيها الحبل لحد ما بيقع على الأرض وللأسف بتدخل في رجله فبيتفاجئ إن فيك لاب متحولة لزومبي قريبين جدا منه ومستنيين الشمس تغرب عشان يهجموا عليه فبيتحرك ناحية العربية بتاعته عشان يهرب بسرعة ولكن الشمس بتختفي وبيروح الكلاب ناحيته وبيلاقي إن الكلب بتاعه بيحاول يحميه لكنه بيتعض فبيتعصب روبرت وبيضرب نور على الكلاب وبيخلص عليهم وبياخد الكلب بتاعه وبيروح للمختبر بسرعة عشان يحقنه بالمصل على أمل إنه يشفيه من الفيروس وما يتحولش ولكن للأسف بيفشل وبيضطر إنه يخلص عليه وهو في غاية الحزن وبعدها بياخده يدفنه وبيكون حاسس باليأس تماما فبيكرر يروح يقعد في المينة الوحده لحد بالليل وساعتها بيظهر الزومبي وبيطلع إنه عمل لهم فخ وحاط التمثال يروحوا ناحيته فبييجي من وراهم وبيضصهم بالعربية عشان ينتقم للكلب بتاعه ولكن فجأة بيلاقي واحد من الزومبي بينط على العربية وبيكتشف إنه والد البنت اللي أخدها عشان يعمل عليها التجارب فبيقلب بيه العربية وبيدخله من الشباك عشان يحوله بس بيظهر ضوء قوي بيخليه يهرب هو وباقي الزومبي وساعتها بيكون روبرت تعبان وقرى بيفقد الوعي وبيلاقي حد بينقذه وبياخده في عربيته وبيسأله عن عنوان بيته فبيقوله على عنوان البيت وبعدها بيفقد الوعي وبيحلم باللي حصل من ثلاث سنين بعد ما طيارة مراته أخلعت وقتها الحكومة فجروا الجسر عشان يمنعوا الزومبي من انهم يدخلوا المدينة ولكن مجموعة من السكان عملوا شغب لان ما فيش طيارات يركبوها وبيتعلقوا في طيارة وبيفقدوها توازنها لحد ما بتغبط في الطيارة اللي فيها عائلة روبرت وبتنفجر قدامه ولما بيفوق روبرت بيلاقي نفسه في شاقته وبيتفاجئ ان فيه واحدة وابنها قاعدين في المطبخ فبتقوله ان اسمها أنا وبتعرفه انها سمعت رسالة في اللاسلك وبيقول انه كل يوم بيروح المينة ولما رحت للمينة استنيتوا الفترة طويلة لكنه مجاش فقررت انها تروح لمستعمرة الناجين في الولاية اللي جنبهم وده المكان الامن الوحيد اللي البشر عايشين فيه فبيتعصب عليها وبيقولها ان ما فيش بشر عايشين لانه حاول يتواصل مع كل الحكومات في العالم وما حدش رد عليه والحل الوحيد ليهم عشان يعيشوا انه يصنع علاج لفيروس الزومبي وفجأة بتجيله فكرة انه يحط البنت الزومبي في التلج وده عشان ينزل حرارتها لما يحقنها بالمصل وبالتالي التركيبة الكيميائية بتاعت المصل هتشتغل بشكل سريع وساعتها يكون اكتشف العلاج وعالج الزومبي فبيروح روبرت المختبر وبيقفل كل الشبابيك عشان يجرب الفكرة بتاعته وساعتها بتحاول انا تقنعه انه يتخلى عن فكرة المصل ويجي معاها لمستعمرة الناجين فبيصمم على رأيه وبيقول لها اني مفيش حد غيرهم عايش دلوقتي عالكوكب وقبل ما يخلص كلامه بيسمع صوت الزومبي برا البيت وبيتفاجئ انهم جايين ناحيته فبيستنتج انه امرأبه انا لما نقلته للبيت وهو تعبان فبيخلي انا تشغل الكشفات اللي حاطتها قدام البيت لان الزومبي بيخافوا جدا من الضوء ولكن عددهم بيكون كبير جدا وبيضمروها كلها وساعتها بيضطر روبرت انه يفجر القنابل اللي زريعها قدام البيت وللأسف برضو مش بيحصل لهم حاجة فبيطلع يطمن على انا وابنها لكنهم بيكونوا مش موجودين والشباك مكسور وفاجأة بيهجم عليه زومبي وبيعضوا في كتفه فبيحاول يهرب منه وبيروح ناحية السلاح عشان ياضربوا بيه لكنه بيلاقيه هرب وبيشوف زومبي تاني بيكسر في السقف وبتكون انا مستخبية هي وابنها تحت المكتب فبياخد المسدس وبيخالص على الزومبي بسرعة عشان يحميهم وبعدها بياخدهم وبيروح للمختبر بسرعة عشان يستخبه وهناك بيتفاجئ ان البنت الزومبي حالتها تحسنت والماصلة علاجها من الفيروس وفاجأة بيلاقي الزومبي دخل المختبر وعاوزين ياخده البنت فبيقفل الباب الازاز وبيلاقي الزومبي ولد البنت بيحاول يكسره فبيضطر روبرت ياخد السرير بتاع البنت وبيخرج للزومبي وبعدها بيفوقها وبياخدها لولدها وبيمشي هو وكل الزومبي اللي معاه من غير ما يلمسه روبرت لانه اخيرا اكتشف العلاج اللي هيشفيهم كلهم وتاني يوم بيخرج روبرت وانا بالعربية عشان يدور على مستعمرة الناجين اللي قالت له عليها وبيبدأ يصنع كميات كبيرة جدا من العلاج عشان يعالج بيها كل الزومبي اللي في العالم وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني معصر